تعالت التحذيرات في السنوات الأخيرة من ظاهرة اختفاع أنواع كثيرة من الحيوانات البرية بينما تسير أخرى في طريقها إلى الانقراض وهو أمر ينعكس على التنوع البيولوجي والحياة بشكل عام على كوكب الأرض وحسب تقرير اصدره الصندوق العالمي للطبيعة فأن العالم فقد نحو 70% من حيواناته البرية خلال ما يقرب من 50 عاما فقط خاصة من الأسماك والطيور والثديات والبرمائيات والزواحف تدمير الطبيعة من طرف الإنسان والقضاء على الغابات من أجل تحويلها لمناطق سكنية أو زراعية هو السبب الرئيسي لظاهرة انقراض أنواع كثيرة من الحيوانات البرية بحسب تقرير الصندوق العالمي للطبيعة من الأسباب الرئيسية التي أدت الاقتفاء أو تراجع أعداد كثيرة من الحيوانات البرية أنشطة الصيد الجائرة واستغلال البشر لأنواع الحيوانات المختلفة وذلك لتحقيق الأرباح ويأتي تغير المناخ في المرتبة الثالثة بين عوامل أخرى أسهمت في انقراض أعداد كثيرة من الحيوانات حسب الصندوق العالمي للطبيعة لكن دور هذا العام يتصاعد بسرعة في ظل تفاقم هذه الظاهرة وما تمثله من خطر على التنوع البيلوجي تدعو أطراف كثيرة حكومات العالم لاعتماد اتفاقية دولية لإنقاذ الحيوانات البرية على غرار اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ في ديسمبر المقبل تعقد في مدينة مونتريال كندية قمة التنوع البيلوجي وهي فرصة مناسبة لقادة العالم حسب ناشطين لاعتماد خطة طموحة تنقذ الحياة البرية وتضع حدا لظاهرة تراجع أعداد الحيوانات اشتركوا في القناة